نهر أمور بيع بإقليمستات مشهد محزن لهذا النهر الذي يعد من أهم أنهار المغرب ها هو الجفاف أفقده قوته وانخفض تدفقه بسبب قلة التساقطات المطرية وافتفاع درجة الحرارة ما دفع السلطات العمومية إلى اتخاذ التدابير لحمايته من الاستعمال المفرد وغير المقنن وهو ما أثر على ساكنة المنطقة وحويدات الفصل اللي بهايهم نحو أحبسون ما خلونا نديره تحاجر نحن نحن حاليا حن نحن أحبسون المواطر لا نسققه كنا نسققوا من هذا الواد وشوية رينا نقص كيشت ما ماقاش كي مكارك نشاد واحد مسافة كبيرة ودبره وكحشويق والناس سوف يقولون نذك الميصاج دي المواطر ما تبقى وديروه وحن دبره ما نحن أطر كل شي واقف هنا وما عندنا شي باديل نحن ما نقدروش رشيد أحد فلاحي المنطقة بجماعة مزورة بإقليم سطاط يتحدث عن معاناة سكان المنطقة بعد المنع جماعة تعد من أشهر المناطق في إنتاج العنب نحن هنا تأثرنا بسبب الجفاف لعدة بسبب نهر أمر رابع أقل فيه الماء بزاف ندرة الماء كثيرة ومشكلة ثانية عدد الفلاحة لأن هناك البيار لا يوجد الماء في فورش المائية ونحفره يحفر مئتين ولم يوجد نهر أمر رابع ما عندهم شي حل أخر هو نهر أمر رابع لوكلت حوض أمر رابع أولى جهات المعنية من السلطات المحلية على المستوى إقليم السلطات أنه لم أعطيت أحد البديل لهذه الساكينة أنه باش تمنعهم من شرب الماء أو السقي نظرة الوضعية الآن المزرية الجفاف اللي عرفوا أخر المغرب غياب تساقط الأمطار وكذلك نقص في نسبة للمياه دي الوضع من رابع هناك هناك واحد تأثير اللي ممكن يشكل على المدى القارب على الاقتصاد دي البلاد قلة التساقطات المطرية التي انخفضت بحوالي 63% مقارنة بالموسم السابق دفع وزارة الفلاحة المعنية إلى التحرك لإنقاذ الوضع أمام عجز الجماعة المحلية كانوا نقص كبير على مستوى الزرع كانوا نقص كبير على مستوى المياه الجوفية الآبار نشفات كانوا تعرضوا عدد دي البلاحة للإنضارات اللي كانوا يستفدوا من الوضع لجوم إنضارات بشي ربما قد دار لي المتابعات في المحاكيم وخاصة واحد للتدخل وفي هذا الصداد تم حفر وجهيز عشرة أمار موزعة لتورة الإقليم استعملت فيها الطاقة شمسية وفي الأخير وأمام نقص التساقطات المطرية خلال 20 سنة الماضية يعني عملت وزارة الفلاحة منذ انطلاق مخطط المغرب على وضع استراتيجية واضحة من أجل تدبير الموارد المالئية عبر إلساء مساعدات مالية لتشجيع الاقتصاد في مياه الري وذلك عبر استطوير استقيب التنقاط في إطار صندوق المياه الفلاحة حماية نهر أم ربيع من التلوث والاستعمال المفرط لمياهه أمر يتطلب مقاربة شمولية حتى لا يتأثر السكان في غياب أي بدائل لحماية الزراعة في إقليم يعاني من قساوة الجفاف ترجمة نانسي قنقر